السلام عليكم كيف حالكم أحباء الطلبة؟ اليوم في مادة اللغة العربية درس جديد بعنوان المكتبة ننظر إلى الكتاب صفحة 30 الدرس العاشر بعنوان المكتبة عنوان درسنا اليوم المكتبة من ذهب منكم إلى المكتبة؟ نعم أحسنتم إما إلى مكتبة المدرسة أو مكتبة الحي أو مكتبة جدك ماذا يوجد في المكتبة؟ ماذا تشاهدون عندما تذهبون إلى المكتبة؟ أحسنتم رفوفا عليها كتب إما كتب علمية دينية أدبية أحسنتم وأيضا جهاز حاسوب أيضا أمين المكتبة أحباء الطلبة من قرأ قصة في المكتبة؟ سواء قصة دينية أدبية أو كتب عمية أحسنتم أحسنتم هل تحبون قراءة القصص؟ برافو أول الآن أحباء الطلبة كيف نحافظ على أداب القراءة في المكتبة؟ هناك أداب يجاب على الطلبة المحافظة عليها عند الذهاب إلى المكتبة أولا نقرأ بصوت منقفض أو قراءة سامتة ماذا نهني بقراءة سامتة؟ أي قراءة العيني بمعنى لا نزعج الآخرين يعني ما بصير أنا أقرأ وأطلع صوتها لي حتى نكون إحنا من رواد المكتبة وأصدقاء المكتبة لازم نحافظ على الهدوء في المكتبة أيضا كماني أول عدم تناول المشروبات عدم تناول الطعام في المكتبة لأن هناك كتب قيمة كتب قيمة حتى لا نزعج الآخرين ونحافظ على أحسنتم الكتب القيمة الآن يا أول مطلوب مننا ندهم على قراءة القصص لأنها تعلمنا الكثير من عالمنا هذا الذي نعيش فيه ما رأيكم أن ننتقل إلى الكتاب صفحة 30 أستمعوا وأرددوا استمروا جيدا إلى قراءة الدرس الدرس هنا يتكون من ثلاثة جمل واحد انظرونا واحد اثنان ثلاثة أحسنتم ننتقل الآن إلى الجملة الأولى انظرونا ذهب قاسم وشد إلى مكتبة كبيرة قال قاسم في المكتبة كتب قيمة قالت شدا الكتاب خير صديق الآن يا أول رح نقرأ ونحرك حكينا يا أول نقطة مهمة جدا لما يكون عندي علامة ترقيم نقطة ما بصير أنا أحرك بني الجملة بدون ما أحرك لكن أنا الآن رح أقرأ مع التحريك حتى تتمكنوا من التنوين في آخر الكلمة تحفظ أصوات الكلمات من خلال التنوين ذهب قاسم وشد إلى مكتبة كبيرة هنا تام ربوط منفصل على السطر صوتها تن تنوين الكسر أتى في آخر الكلمة قال قاسم نقطة رأسية بتفسرين ماذا قال قاسم في المكتبة كتب قيمة هنا تام ربوط متصلة صوتها تن قالت شدة نقطة رأسيتين بتفسرين ماذا قالت شدة الكتاب خير صديق هنا صوت تنوين الكسر في كلمة صديق قن قن أحسن ما رأيكم أن نستخرج القواعد الموجودة في الدرس ننتقل إلى السطر الأول من الدرس ذهب قاسم وشد إلى مكتبة كبيرة الآن يا أول ذهب هنا فعل ماضي ذهب ذهب فعل ماضي ذهب زمان وخلص من الذي ذهب قاسم قاسم اسم شخص مذكر قاسم اسم شخص مذكر وشد وشد إذن شخصيات الدرس مذكر ومؤنث قاسم وشد إلى حرج مكتبة اسم مجرور كبيرة هنا تامربوطة منفردة على السطر صوتها تن أحسنتم النقطة علامة ترقيم تعني تحت الجملة يعني ما بصير أنا أحرك آخر كلمة بسكنها ذهب قاسم وشد إلى مكتبة كبيرة ما بحكي كبيرة تمام ننتقل إلى السطر الثاني قال قاسم نقطة الرأسية بتفسرين ماذا قال قاسم قال فعل ماضي قاسم اسم شخص مذكر في حرف جرب المكتبة هنا اللام قمرية على الحرك تسكون تكتب وتلفط في المكتبة كتب قيمة الآن يا أول حكيت أنا قيمة حتى أبين لكم التنوين تمام لكن ماذا نعني بقيمة أحسنتم ثمينة شو يعني قيمة ثمينة إذن ماذا نعني بكلمة قيمة ثمينة قالت قالت شدى ننتقل إلى سطر الثالث قالت شدى نقطتين رأسيتين بتفسرين ماذا قالت شدى قال في الماضي تأ 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 نيث الساكنة شدى اسم بنت مؤنث نقطتين رأسيتين جملة نقول القول بتفسرين ماذا قالت شدى الكتاب اللام هنا قمرية تكتب وتلفط خير صديق خير صديق إذن هون الكتاب خير صديق صديق أحسنتم يا أول الآن مطلوب منك تقرأ الدرس مع استخراج القواعد الآن ما رأيكم أن نقوم على قراءة الدرس سوية ذهب قاسم وشدى إلى مكتبة كبيرة قال قاسم في المكتبة قتب قيمة قال شدى الكتاب خير صديق أختار الإجابة الصحيحة شفويا واحد ذهب قاسم وشد إلى أحسنتم مكتبة كبيرة برافو في المكتبة كتب ماذا قيمة ماذا يعني بقيمة سمينة برافو يا أول هيك نكون إحنا قرأنا الدرس واستخرجنا قواعد الدرس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر